وحسن الله إليكم وجزاكم خيرا المرسل أحمد سعيد من اليمن يقول في أول أسئلته إذا كان المسجد من طابقين أعلى وأسفل هل يجوز للإمام أن يأم المصلين في الطابقين كليهما الألوي والسفلي علما أنه يوجد في الطابق الأول مكبرات الصوت تنقله إلى الطابق الثاني ما مأسى بذلك أن يكون الإمام في الطابق الأسفل أو الطابق الأعلى لكن إذا كان في الطابق الأعلى فلا يكون وحده لابد أن يكون معه بعض المأمومين المصلي إذا كان مصلف الإمام الإمام إذا كان في الطابق الأعلى فلا يكون وحده فلا يكون معه بعض المأمومين نعم